حبينا بقى يلا بقى نرجع بحاجة كده اتدخل على بيوتنا البهجة والفرحة ونغير الجو شوية اللي احنا فيه ده شوية حبيت ارجع بكيكة الباربي او طورتة الباربي تنفع العيد ميلاد بنوتا او كتب كتاب عائلي او شبكة عائلية تحفة جدا وسهلة جدا ومش هتتخيلوا يعني مدى سهولتها اي حد يقدر يعملها يلا بقى نشوف المعادير معايا خمس بيضات ومعايا بشر من الليمون ومعايا نص كوباية من السكر المج المستعملة اللي هو بتاع الشاي الصغير وعندي اربع معالق من الحليب او الميا يعني حليب يا ميا ومعلقتين كبار ممسوحين نشا واربع معالق من الزيت وطبعا فانيليا وبيكينج باودر والدقيق ميتين وخمسين جرام من الدقيق انا خلطة هول الاول هخلط المكونات الجافة حطيت النشا وحطيت الدقيق وطبعا هتحط البيكينج باودر حوالي معلقة صغيرة وهنخلط كل وزارة ملح وهنخلط كل المكونات الجافة دي مع بعض ان احنا ننخل الدقيق علشان ان الكاكة تبقى نعمة وحلوة وهننزل بقى نعمل بقى البيت بتاعنا نضرب البيت كويس قوي لازم يضرب بقى كويس جدا لحد لازم لما قوامه يبقى كريمي وهتشوفوه ميايا ازاي عشان تطلع كاكة اسفنجية وطعمها زي طرية زي بتاعة الترط او الترطات يعني اللي انتم متعودين ان انتم تاكلوها من برا هي بتطلع زيها بالزبط طرية وهشة وحطيت بقى الفانيليا انا حطيت هنا اتنين باكو فانيليا وبشر الليمون وهنضرب بقى جامد جدا جدا يعني ما تستعجلوش يعني ايه خلى عندكم صبر شوية هتلاقي البيت اه ضعف معي وبقى زي الشاوم كده بقى هو ده القوام اللي انا ايه عايزاه عشان تطلع معي كاكة اسفنجية هشة زي ما انتم شايفينه كده بالزبط محدش يستعجل عليها بس تمام قوي كده طحفة قوي كده هننزل بقى بالزقيق شوية شوية زي ما انتم شايفين كده بمعلقة خشب او اي اي سبوتيلة او حاجة من تحت ايه لفوق خلي بالك ان هو بيكون التقليب من تحت الفوق علشان ما تطلعش الهوى منها وايه وتبقى بازت كده الكيكة الخطوة دي مهمة جدا اخدت جزء من الخليط وهخلط هخلط شوية كده حوالي معلقتين كبار وهبدأ ان انا احط عليهم الزيت والحليب برا واقلبهم مع بعض وبعدين اخلطهم تاني على الكيكة للحركة دي عشان بتخلنيش اما احط السوايل كده ان انا على الخليط كله ان انا مخسرش الهوى فالحركة دي انا بحب اعملها يعني فخطوة الكيكة دي طريقة الكيكة الاسفنجية اللي مش بافصل فيها البياض عن الصفار فدي انا بعملها كده يعني تاخدوا جزء بسيط قوي قوي تخلطوا الحليب مع الزيت وبعدين تضيفوه تاني على الخليط كله وبردو نقلب بالراحة خالص من تحت الفوق وخلاص كده الكيكة احطها بقى في صانية دي صانية 26 وحطها في فرن على مية وتمانين وطبعا الصانية زي ما انتو شايفين انا كنت حطالها ورق زبدة ودهناء اه شوية من الزيت وتحطوا الكيكة اه زيت او زبدة يعني وتحطوا الكيكة في الفرن وما بتاخدش وقت خالص هنضرب الكريمة عندي دي كريم جانتي اه وهحط عليها زي طريقة كريمة عادية خالص هنحط بقى اللبن الحليب استائع او اللبن استائع ونضرب جامد جدا دي بتعمل طبقتين من الكيك فانا اه هحط خلة كده عشان اقسمها اتنين يبقوا بالضبط طريقة الخلة دي انا اه اه اصدت اوريها لناس المبتدئة اللي بتقول ما بنعرفش نطلع يعني بالضبط متساوية وانا بقطع انا جبت طبق عندي بقى عشان نعمل الفستان بتاع العروسة طبق يكون بتاع الصلاطة يكون غويت عشان لما نيجي نقلبه يدي الشكل المنفوش للفستان وبدأت بقى اغلفه بالبلاستيك الغذائي وضغطت على البلاستيك الغذائي بحيث ان انا افرغه من الهوا لازم ما يكونش فيه هوا خالص البلاستيك الغذائي وهنبدأ بقى نحط طبقات الكيك انا عندي دايما قلت اربع طبقات نبدأ بقى نرس طبقات الكيك انا سقيت كل طبقة كيك من عصير كمبوت بتاع الكمبوت الخوخ وعلشان تخلي الكيكة طرية لفترة طويلة وهشة هبدأ بقى ان انا اضغط ضغط جامد زي ما انا قلت لازم بين الطبقات نضغط ضغط جامد دي الضغطة دي علشان لما اجي اقلب الفستان بتاع العروسة ايه ما تفكش مني تبقى مسكة في بعض هنكمل بقى بقى الطبقات وتيجي الطبقة الاخيرة هنحطها نضغط بقى خالص برضو ضغطة كده ونقفل بقى خالص الاطراف بتاعت الكيس كده الغذائي وندي بقى كده ده طبق كده عندي ده طبق آآ الطرطة اللي بنحط عليه تقديم الطرطة اديته مسحة من الكريم جانتي ليه عشان لما اجي اقلب عليه الكيكة تي ايه تثبت كده تبقى سبت عليه مش نيجي نشيلها تقوم الزحلقة من على الطبق ووقعة فلازم اديها ايه اديها طبقة الكريمة محارط الكريمة دي على الطبق زي ما بيقولوا بعدين بصوا بقى الحركة دي مهمة جدا هشد بقى الاكياس كده من الجناب ليه بقى علشان لما شد كده بفرغ الهواء تبقى سهلة معايا ايه بتنزل شدة دي مهمة جدا من كل الجوانب الشدة دي زي ما انتو شايفين كده زي الفل وتيجي بقى اللحزة ايه الحاسمة هنقلب كده ونخبط الاول كده ايه الكيكة كده يعني ايه رقص لي الكيكة دي علشان تطلع وتفصل من من الطبق بكل سهولة ونقلب بقى واللحزة ايه اللي حاسمة جت هنخبط خبطتين كده انا بشرح بالتفصيل على فكرة عشان تنجح معاك وتطلع معاكو التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا ارفع فوق كده ايوه ادي الفستانة هوا شوفوا شكلها جميل زي طحفة جدا يلا بقى نحط العروسة هنحط العروسة ازاي انا عندي عروسة قطعنا رجليها المسكينة وعشان نستعملها بس لاستخدام كل ما بعمل آآ عروسة كيكة الباربي بستخدم العروسة دي اي عروسة تحبوها يكون شكلها حلو هنشيل رجليها وهي دي اللي احنا هنستعملها آآ هنبدأ بقى نعمل ايه فتحة كده مربع كده بالسكينة من فوق الوش بحيس ان انا عايزة شيل الطبقة الاولانية بس ما اتغوطوش انا انا طبقة خفيفة قوي بشيلها بالسكينة وممكن انا كلها دلوقتي مش هنرميها اكلتها ساعتها يعني وبعدين وانضغط عليها كده ضغطة ما نزلش كل العروسة قوي عشان يبقى شكلها باين وحل وده القمع العادي اللي هو ده انتم شفتوا هو شكله في الفيديو اللي بيعمل وردات عادي القمع العادي الكلاسيكي يعني هو ده هنبدأ نعمل الوردات كده وانتو بتضربوا الكريمة خالي بالكم الكريمة عاملوها تقيلة يعني يقللوا مقدر اللبن عشان لما اطلع الوردات تبقى مجسمة كده وحلوة ما تبقاش كريمة خفيفة في التزيين فالوردة ما تبقاش طلعة قوي بينة وهبدأ بقى كده ايه شكلوا زي ما انتم عايزينه اعمل ديكور الفستان انا جايبة وردات هحط وردة بينك ووردة ليلى آآ وهعملها حواليها كريم كريم جانسي بالوردات برضو يعني انتم ابداعوا بس اخدوا الفكرة دي برضو بتاعت التصميم الفستان دي لانها برضو سهلة وتحفة جدا عملنا كده وردات وهنبدأ آآ نديها بقى وردات كريمة الوردات دي بتتبع في اي حتة اللي هي البينك والليلة دي تزيين معمولة من بسكوت الويفر وهبدأ باللون البينك بقى ايه اشكل الفستان آآ كده يعني يبقى ابيض في بنك وخلي بالكم انتم بتعملوا الوردات كده وتسحب يعني تحط القمة الحلوانية عليها وتشدي على فوق علشان تطلع الوردات مجسمة هنبدأ ان احنا نرش الفستان بقى بالبنبوني الكريستال ونعمل له اضاءة كده حلوة ايه رأيكم بقى طحفة وشكلها مبهج ومفرح جدا جدا يعني اي بنوتة في الدنيا كبيرة او صغيرة لو حد نقدم لها التورتات دي هتبقى مبسوطة قوي وده بيبقى شكلها وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو كمان عشان يوصل لاكبر ناس تتعلمها وتفرح بيها واحبوكو كتير ونشوفكو الفيديو الجاية على خير في احلى وصفة مع منا مع السلامة